أشرنا إلى أن تحديات العولمة تتمركز في أمور ثلاثة أولها التحدي الاقتصادي وثانيها التحدي الاجتماعي وثالثها التحدي الثقافي والحضاري والآن يطيب لنا أن نبين هاتين النقطتين أما الأولى وهي التحديات الاجتماعية فإن العولمة ستؤدي في المجال الاقتصادي إلى سوء في توزيع الثروة على المستوى الدولي وعلى مستوى المجتمع الداخلي وهو ما يؤدي بدوره إلى خلق مجتمع غليظ القلب لا تحكمه سوى المادة أيضا ستؤدي العولمة في مجال الاجتماع إلى الظلم الاجتماعي لطبقة العمال بسبب البطالة لأن العولمة تقوم على قاعدة إنتاج أكثر ما يمكن من السلع والخدمات بأقل ما يمكن من العمال أيضا سوف تؤدي ظاهرة البطالة إلى تفشي كثير من الظواهر السلبية ومنها الحقد وتفكك المجتمع وانعدام التكافل الاجتماعي بل تهديد السلام الاجتماعي إنه منطق المنافسة الذي ستفرضه العولمة فالرأسمال هنا هو الذي يتحكم وليست سلطة الدولة التي كانت تقوم في الماضي بعملية التوازن الاجتماعي وعملية المواءمة بين مصلحة العمال ومصلحة الشركات وبهذا نجد أن المجتمع غدا في تغلغل وفي مشكلات طاحنة لا يمكن حلها إلا بالعودة إلى النظام الإسلامي الذي تحاربه العولمة ثالثا التحديات الثقافية والحضارية هي كثيرة متعددة كيف؟ الثقافة كلمة شاملة لكل المعارف التي تتعلق بروح الإنسان وعقله وكيانه والعولمة تريد أن تصهر كل الثقافات الموجودة في ثقافة واحدة هي الثقافة الغربية أو الثقافة الأمريكية التي تعني العولمة عندها فرض منظومتها الثقافية والحضارية وجعل النموذج الأمريكي هو النموذج العالمي وهذا ما يعني إذابة الهوية الحضارية للشعوب الأخرى مستغلة في ذلك التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات وما ترسله إلينا عبر الفضائيات من سيل جارف من المواد الإعلامية والتي يعبر عنها المرحوم الدكتور مصطفى محمود قائلا وما هذه العولمة الثقافية سوى العلف الثقافي الردي الذي يلقي به الإعلاميون الكبار إلينا وهذه العولمة هي الإسم الجديد للاستعمار المهين وغسين المخ المتواصل الذي كتب علينا أن نعيش فيه